بخصوص الجزئية بتاعة الصفقات تعال بقى لملف آخر وإحنا لازم نقرن نفسنا يا جماعة بالدوريات الأوروبية واللي بيحصل فيها عشان لو إحنا عايزين نتطور ما نعودش نكابر فالجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي كان فيها مشاكل تحكمية متخيل الدوري الإنجليزي الجولة الأخيرة اللي تلاعبت اللي هي الجولة السادسة فيها مشاكل تحكمية حصل إيه؟ حصل إيه من لجنة الحكام بربطة الدوري الإنجليزي البريمير ليج طلعوا قالوا يا جماعة إحنا أسفين بصراحة في أخطاء في ماتش نيو كاسل مع كريستل بيرس وماتش تشيلسي مع وستام يونيتد إحنا منقول لهو إحنا بصراحة غلطانين وإحنا هنشتغل على تصيح الأخطاء دي وإحنا هنشوف إيه المشكلة في التواصل ما بين حكم السحق وحكم الفار ونزلوا بيان بيعترفوا به بيعترفوا فيه إن هم فيه غلط عندهم وفيه جزئية لازم تتعالج وخلينا أقرأ لكم البيان شوية عمش حارة كله بس أقول لكم يعني المكتوب إيه اعترفت لجنة الحكام برابطة الدورة الإنجليزي الممتاز بريمير ليج رسميا بأن قرارات تقنية حكم الفيديو المساعد فيما يتعلق برفض الأهداف خلال مبرتاية شيلسي ونيو كاسل يونيتد يوم السبت بالمسابقة كانت خاطئة وتعهدت اللجنة بص بقى بص يا جماعة الاحترام هاي دي الناس اللي عايزة تتطور وتعهدت اللجنة بالتعاون الكامل في المراجعة التي تجريها رابطة الدورة الإنجليزي الممتاز بشأن المبارايتين وبالمناسبة كان فيه خطأ تاني في ماتش منشستر سيتي واسلون فيلو هدف لكوتينيو ما تحسبش رغم انه مش اوف سايد بس هو الحكم كانت صفر قبل ما كنت تخش جوه الجون يعني واتخذت اللجنة المسؤولة عن حكام المبارايت الاحترافية بانجلترا خطوة نادرة تتمثل في الاعتراف باخطاء قرارات فار في بيان أصدراته الأحد مبدية موفقتها على طلب رابطة الدورة الإنجليزي الممتاز بإجراء تحقيق إضافي قال لك لا حققوا شوفوا القصة هي قالوا لهم حاضر احنا فعلا غلطانين ونصبونا احنا نعالج ما تقلقوش خالص وطب متمراجعة الحكم الفيديو مساعد في جميع المبارايت بالفعل وكان من ده واتطرقوا للحالتين حالة كانت في ماتش وستام وتشيلسي وستام جابوا جون في ديئة تسعين وجون كان صحيح وتلاغة كان حيتعادلوا بي 2-2 مع تشيلسي وكمان لعب ميتشل اللي هو الزاهير الأيسر بتاع كريستل بلس جاب هدف في ماربع بالخطأ في ماتش نيو كاسل وتلاغة رقم انه هدف صحيح فهم دول الحالتين بالتحديد وهنا اعتراضات لعبي وستام في ماتش تشيلسي واعتراضات كمان هتلاقوها لعبي نيو كاسل في ماتش كريستل بلس في الماتش انتهى بتعادل بدون أهداف اهي الحالة اهي تمام فبالتالي الناس قالت لك ايه قالت لك نكر بالواقعتين قلتين تسببت في عدم السماح بتسجيل هدف في كل من مباريتي تشيلسي ضد وستا ونيو كاسل ضد كريستل بلس وقال لك سنتعاون بشكل كامل مع رابطة الداري انجليزي ممتاز وطلبها بمراجعة هزين الحادثين المعينيين باستخدام النتيجة كجزء من التقييم المستمر للأداء الاسبوعي تطوير حكام المباراة وتطوير حكام المباراة احنا بقى كان ايه اللي بيحصل عندنا ارجعلي بقى احنا بقى اللي كنا احنا كان ايه اللي بيحصل عندنا احنا كان عندنا كابتن عصام عبد الفتاح للاه كل الاحترام والتقدير على المستوى الشخصي كان بيعمل ايه لو كان رئيس لاجئة الحكام السابق يطلع يقول حتى لو فيه اخطاء كارثية حتى لو فيه اخطاء كارثية واضحة للجميع لا اي حد حتى لو ما بيفهمش في التحكيم يقولك لا دي اخطاء كان يطلع هو يقولك ايه دي مؤامرة الناس تضغط علينا لا الحاكم مغلتش رغم ان هو الغلط رجبه من ساسه الراسه زي ما بيقول يقولك لا مغلتش احنا زي بفل و احنا عشرة عشرة و احنا صح الصح بذلك كان بيعملو كابتن عصام فتاح فاحنا كنا رايحين في سكة صعبة جدا كنا رايحين في سكة صعبة جدا وحسنا انفعل المسؤولين في اتحاد المصر لكرة القدم باقالة الكابتن عصام الفتاح انا شايفها اقالة تمام انا شايفها اقالة وانهم جابوا كلاتنبرج خلي بقى كلاتنبرج ده ممكن يبقى زي بفل وممكن يبقى وحش بس انت بتاخد بالاسباب اجيب واحد يطور لي يشتغل موفق اهل ومسلم مش موفق خلاص لكن ما ينفعش يكون كل حاجة عندنا لا كل حاجة بتحصل في المطشط صح يا رجل دي احنا لمسنا تطور نسبي ومنخوض حتى لو مش بشكل كبير فقالة الحكام من ساعة ماكلاتنبرج ميسيك اخر كم جولة في الدوري ليه لان الحكام كانت خايفة اما الايه اللي كان بيحصل مكتن حسام الفتاح لا من امن العقابة سائل الادب يعني مع الفارق ده موضوع تحكيمي وكلام من ده اللي هو ايه انا عندي واحد بيدفع عني مهما عملته وارتكبت من اخطاء مقصودة او غير مقصودة انا عندي واحد بيدفع عني على طول فخلاص بقى هاهتمي ليه اطور من نفسي ليه فهو ده الفرق ايه الدوري انجليزي بجلالة ادرو الناس طالع تقولك احنا غلطانين لكن الحكام هناك وحنصحح وحنشتغل وحنطور متخيق حنطور وما احنا محتاجين ايه بقى احنا محتاجين نتفجر فان شاء الله بإذننا اتمنى التوفيق لطبعا تلاتنبرج